بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحمن هناك كثير من الاخوة يتمنى ان يحفظ القرآن وكثير من الناس يعني يكتبون لي في التعليقات او يعني انا نفسي احفظ القرآن وبنسة يعني احفظ وبنسة او مش عارف احفظ او عملي فانا حول حضرتكم نصحتين طيب اول طريقة موسرة جدا للحفظ وانا انا شخصيا استخدمتها واجبت معايا النتيجة وهي طريقة موسرة الشيء الثاني دعاء عظيم من السنة كثير من الناس ما يعرفوش ترى الاول لا الشيء الاول لما تيجي تحفظ اقرأ ابدأ بنص صفحة امسك النص الصفحة دي ويراها عشر مرات اراها عشر مرات وحاول يكون بصوت مسموع عشان ده يكون اوقع في الحفظ بعد كده اقفل المصحف قفل غير كامل وحط الاصبع بتاعك بين الصفحة اللي انت بتحفظ فيها وبين المصحف بحيث ان المصحف هيتفلش قفل كامل وابدأ اسمع على نفسك هتسمع على نفسك هتقرأ مثلا اية او نص اية وتوقف افتح المصحف واختلس كلمة واحدة بس تساعدك بعدين اقفل المصحف تاني الكلمة دي هتخليك تفتكر كلمتين تلاتة بعدها بعدين اقفل مصحف تاني وحاول تكمل هتفتكر الكلمتين تلاتة وافتح المصحف تاني واختلس كلمة الانه بعدين اقفل المصحف واسمع التاني بنفس الطريقة تقرأ الآية وكل ما توقف في كلمة افتح المصحف المصحف بسيطة اختلس كلمة واحدة بس تساعدك. وقف المصحف وجرب تكمل. حتى نفسك بتكمل شوية ايو هكذا. مرة مرة تانية هتلاقي احسن من الاولينية. التالتة احسن من التانية. الرابع احسن من التالتة. لغاية هتلاقي نفسك. ان شاء الله حافظته. وتيجي تاني يوم تسمع نفسك بنفس الطريقة. بنفس الطريقة انت عملتها بمرة الاولينية. وعلي انت تكمل حفظ. ده والشيء. الطريقة دي ميسرة ومجربة وانا جربتها وجابة تتيجة ممتازة. تتيجي التاني الشيء الثاني لك اكثر الناس متعرفوش. دهاء حفظ القرآن وطرد النسيان. سيدنا علي باني ما يطالب. والحديث حدثه سيدنا عبدالله بن عباس. ان سيدنا عبدالله ابي طالب وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله يتفلت هذا القرآن من صدري. واني اقرأ الاربع ايات وانساهن. او يتفلتنا مني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم افلق اعلمك كلمات. تنفع بها نفسك وتنفع بها من علمتهم وينتفع بها من تعلمهن منك من بعدك. قلت بالله يا رسول الله بابي انت وامي. قال له انتظر حتى يوم حتى ليلة الجمعة. فانها ليلة مشهودة. فقم في السلس الاخير من الليل. فانها الساعة التي قال فيها يعقوب لبنيه سوف ساستخفر لكم ربي. فانها ساعة مشهودة. فإن لم تستطع فقم في اوسطها فإن لم تستطع فقم في اولها. ثم اقرأ. سوف اصلي واقرأ. اربع رقعات واقرأ في رقعة الاولى الفاتحة. ويسين. ثم اقرأ في رقعة الثانية الفاتحة. وحاميم الدخان. ثم اقرأ في رقعة الثالثة. الفاتحة والف لام ميم التنزيل. سورة السجدة تمقرأ في رقعة الرابعة الفاتحة و سورة الملك سورة سورة تبارك المفصل كما جاء في الحديث ثم إذا فرقت من التشاهد قل أحمد الله إذا فرقت من التشاهد أحمد الله وأحسن الثناء عليهم ثم صلي علي ثم صلي على سائر النبيين والمرسلين ثم استغفر ثم استغفر الله للمؤمنين الذين جاءوا قبلك والذين سيئتون من بعدك ثم قل الدعاء طويل ثم انتظر ثم فعل ذلك ثلاثة أسابيع أو خمسة أسابيع أو سبعة أسابيع فسيد عبد الربع عبد الربع عبد الربع فما يلابس أن جاء علي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كنت أقرأ الأربع آيات أو نحوهن فأنساهن ويتفلتن مني وأنا الآن أقرأ أو أتعلم الأربعين آية وأقرأهن كأن كتاب الله بين عيني وكنت أسمع منك الحديث فأردده فيتفلت مني وأنساه وأنا الآن أسمع منك الحديث لا أخر منه كلمة واحد فقال عليه الصلاة والسلام فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم سررا شديدنا وقال مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن ليه إن الرسول صلى الله وسلم قال له أعلمك دعاء ما أخطأ أو مؤمن أن قطأ عمره ما فيه مؤمن يقوله ما يجيبش نتيجة معه وأنا جربته وسألت هذه الصلاة وجربته مع أكثر من واحد من الناس اللي علمتهم يعني يعني في واحد كان متعسر جدا بس ما تنساش بعد ما تقول الدعاء دوت بعد ما تخلص الدعاء ده قول يا رب لو لم تؤسر لي حفظ القرآن اجعلني معه الحفظة بصدق النية طبعا دي الكلام ده أقوله بسلوبك إنت بقى بأسلوب يعني يا رب أنا صادق النية في أن أحفظ القرآن وصلت هذه الصلاة والأعلم أن فيها مشقة لكي أحصل حفظ كتابك أو أحفظ كتابك الكريم ويكون يا رب إلا ما يتؤسر لي أو لم تقدل لي حفظ القرآن فاجعلني معه فاجعلني معه حملة القرآن وحفظ القرآن في الجنة بصدق نيتي حتى لو يقدر لك أنك تحفظ القرآن ف بصدق النية وإخلاصك وبالعمل ده اللي تصدف فيها مشقة بإذن الله تكون معه ويستحسن طبعا لو قلتها تصلي في السورس الأخير من الليل كل كورد كل يوم ونطور كن الرقعة في السورس الأخير من الليل أفضل من 2 مليون رقعة طبعا في الحديث الزي أوله صحيح وأخيره فيه ضعف لكن معناه صحيح عشان الواحد ما يتعملش مع الرب سبحانه وتعالى بطريقة المصلحة صلي بس في السورس الأخير في الليل يوم واحد في الأسبوع لا كمل بقى الأوراكتين عشان ربنا يبارك جمع الحديث رسول صلى الله عليه وسلم صلاتهم في مسجدي هذا بخمسمائة صلاة وصلاتهم في المسجد النبوي بألف صلاة وصلاتهم في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاتهم في أرض الرباطل يا أرض المعرقة بألف ألفين صلاة والأفضل من ذلك كله صلاة المؤمنة في جوف الليل وهو ده اللي خل رسول صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا علي بن أبي طال صالي الصلاة دي في جوف الليل لأنها صلاة مشهودة والدعاء مستجاب والحديث ده حسانو الترمزي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأيضا صححه الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترغيب وقال سنده نظيف أو صحيح وكان في بعض العلماء أنكره يعني بناخد التصحيح وتصحيح بعض العلماء كما قلنا قبل ذلك كاميرانا وتكرانا أن الحديث الضعيف حتى المتطفق على ضعفه يعني يعمل به في فضاء الأعمال فما بالك بقى بالحديث اللي صححه أو حسنه أو صححه البعض وما فيش حديث في السنة كلها يسر الحفظ ويزيد الفقه والعلم وإيه اللي هو ده فمسارية تطبق الطريق لبولهالك دي تحفظ نص صفحة قراء عشر مرات بعد أن تقفل المصحف بس قفل غير كامل وتقرأ وكلما تتعثر وتقف افتح المصحف خد كلمة واحدة بس وقفل هتلاقي وكمل كلمة 2-3 وعن افتح وخد كلمة وكمل بعدين بعد ما تخلص نص صفحة افتح تاني وكمل كل يوم بالشكل ده معلم ما تخلص نص صفحة تاني يوم نص صفحة تالية يوم نص صفحة وكلما تخلص وكلما تخلص ربع على بعضه صلي بي في السلسل الأخير من الليل افضل شي لتثبيت القرآن صلي بعد ما تخلص جزء كامل صلي برضو بي تثبيتا في السلسل الأخير من الليل او قيام الليل وهكذا عشان اللي انت بتخلصه اول بقى وتراجع فدي طريقة موصرة جدا والدعاء ده عظيم جدا فحكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو انسخوه من شرور ناشهاد العلمي في ثوابا عظيم اللي علم علما فانلهو اجرع من عمل بي ومن قيامة اللي انقوز لكم وانتوا شوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ولاتساعدون عشي الصنة النبي اقول قول هذا استغفر الله ليونه